يسأل السائل أيضا سؤال يختلف الحب ثم الزواج أم الزواج ثم الحب بعض الشباب في الحقيقة يبحثون عن الحب كمقدمة للزواج بينما الحب الذي يأتي قبل الزواج هو حب مزيف ليس حبا حقيقيا هذا الحب نتيجة الغريزة لا نتيجة التعقل ولا نتيجة الانسجام الحب الحقيقي يأتي بعد الزواج وجعل بينكم مودة ورحمة المودة والرحمة تأتي بعد التزاوج أما قبل ذلك فهي مجرد غريزة شاب التقى بفتاة ثم يقول وقعت في الحب كيف وقعت في الحب خلال لحظات معينة محددة قصيرة وقعت في الحب الحقيقة لابد أن نختار الزوجة الصالحة ومن ثم فإن الله يجعل في هذا الزواج الحب الذي يجمع ما بين الرجل والمرأة إذن الزواج ثم الحب والحب في الحقيقة عمل الإنسان الحب ليس خارج إرادة الإنسان حينما تنظر للنقاط الإيجابية في الطرف الآخر تحبه حينما تنظر للنقاط الإيجابية لسيارتك فإنك تحبها ركبت مع أحدهم كانت سيارته من السيارات القديمة وقد ضربت يمينا وشمالا وأمام وخلف وإلى آخرية قلت أن هذه سيارة تحبها قال نعم قلت لماذا فبين لي نقاط في هذه السيارة وأضفت أنا عليها نقاط قلت هذه سيارتك لا تتعرض للسرقة لأن من يسرقها يتورط فيها ثم حينما تمشي بالشارع حتى لو خالفت قوانين المرور فإن الآخرين يواضبون على أنفسهم حتى لا يصدموا بك لأنهم يخسرون ولا تخسر أنت حينما تنظر إلى الطرف الآخر في نقاطه الإيجابية تحبه وإذا أنت استعرضت نقاطه السلبية لا تحبه إذن الزواج والنظر إلى الطرف الآخر في نقاطه الإيجابية ومن ثم الحب